بالحقيقة لأنه النادي الاهلي هو بياخد قراراته في كثير من أموره مجلس إدارته أعتقد شفتوا اجتماعات كثيرة بالفيديو كونفرنس في طوال فترة التوقف وشفتوا قد إيه حرص النادي الاهلي على الدفاع عن حقوقه وتنفيذ قراراته لكن أنا هنا هتكلم على ما تعرض له مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب من هجمات غير مفهومة وغير مبررة وإن كانت في الخلفية فعل كثير من التفاصيل من جانب السيد رئيس نادي الزمالك السادة المحامي رئيس نادي الزمالك الأستاذ المرتضى منصور أنا هنا لما بقول الأستاذ المحامي أنا ما بنزلش حد قيمته بالعكس السادة المحامي اليوم كل التقدير والتبديل لأنه ده القضاء الواقف ده اللي فعلا بيدافع عن الحقوق ده دايما وأبدا اللي بيسعى إلى نصرة المظلوم وإكرار العدالة فبالتالي لما يكون النادي الاهلي ورئيسه ومجلس إدارته مادة يومية بدون سبب بدون سبب خالص يعني بدون سبب منطقي أو معروف إيه علاقة نادي أنا بتكلم هنا على الآخرين على الحرصة على العلاقات الطيبة والواجبة واللازمة مع كل الأطراف لكن لما النادي الآل يعقد اجتماع لمجلس إدارته وياخد قرار بشأنه رئيس شرف فيطلع السيد المحامي الأستاذ رئيس نادي الزمالك قل لي يا خطيب وفي كل مرة قولوا أن أنا كداب بمنتهى التحدي والوضوح أنه الاجتماع اللي حصل ما كانش القرار بالإجماع زي ما تقال كان فيه تلاتة تحفظوا وامتنعوا واتصلوا تلاتة طيب ولو أنا كداب قولوا أن أنت كداب لأ محضر اجتماع الجلسة بيقول أن أنت كداب محضر اجتماع مجلس إدارة النادي اللي اعتمد من الجهة الإدارية ويمكن للسيد وزير الشباب والرياضة لما يجيلوا محضر الجلسة يتأكد من كده أنه القرار بالإجماع بالإجماع أو بالأغلبية ما هيش القضية لكن ليه دايماً وأبداً البحث عن إثارة مشكلة داخل مجلس بالإضافة من جميع مشكلتك مع النادي الأهلي هو أنت سيادتك رئيس نادي الزمالك قضيتك إيه علاقتك بالموضوع إيه دا اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي حضروا الإجماع حضروا الأغلبية اتخذ قرار في شأن يخصه ويخص علاقة شرفية إيه العلاقة أنت مال سيادتك لكن بقى عايز نسأل سؤال منطقي وانت راجل قانون سيد مرتضى منصور دخل مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الأولى مطلع التسعينات بالاستفادة من قرار إبعاد اتنين من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وقتها فيما أذكر المرحوم الأستاذ فايز الزمر والأستاذ محمود معروف ربنا ديله الصحة تم إقصائهم بحكم قضائي في دعوة رفعها لأنه الاثنين غابوا الجلسات القانونية عن الاجتماع ثلاثة متصلين أو أربعة متصلين وستة منقطعين زي ما القانون بيقول وانت بتسأل على مجلس إدارة الأهلي القرار اللي اتخذوا بشأن داخلي كان بالأغلبية ولا بالإجماع لا أنا اللي بسأل سيادتك هو الأستاذ هاني زادة غاب عن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بل عن البلد كلها سنة ونص سنة ونص في الخارج السنة ونص دول كام جلسة عقد فيها اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك القانون بيقول اجتماع واحد شهري على الأقل مش كده بشواندس ها طبعا اجتماع واحد شهري على الأقل يعني المفترض السنة ونص دول كان فيهم 18 اجتماع على الأقل ده ما بيش قانون العقل بيقول لك هدير هدير ازاي من غير مجلس إدارة ازاي قدرت نادي كبير بحجم نادي الزمالك سنة ونص بدون اجتماع مجلس إدارة عملت اجتماع مجلس إدارة الراجل اللي برا مصر سنة ونص تمت احتواء موضوع ازاي ازاي لازال عضو في مجلس الإدارة مدام ادت لنفسك الحق انك تسأل مجلس إدارة النادي الأهلي اسئلة في الشكل هي أغلبية ولا لا انا بأس في القانون وانتظر إجابة قانونية في إطار محترم في نقاش محترم بشكل قانوني انت بتتكلم على واحد غايب برا البلد سنة ونص سنة ونص كان مطلوب بعد سنة ونص ييجي ويواصل عمله في اجتماع مجلس الإدارة هل ما عقدتش اجتماعات؟ هل تم تغيير القانون؟ هل تم التسويت له هو برا مصر؟ عايزين نعرف ماذا تم من شأن قانوني فهذه الجزئية باشمون